أنا أشوف أولاً هذا الفوز والأكثرية أنا سميه أكثرية وهمية لأنه لا يمكن أن الصور نهاية الأكثرية تتم لو لا مغاعة التيار الصدري فلذلك على الإطار أن يعتبر رأي التيار الصدري متمثل بالأكثرية داخل البردامان هذا اعتبار سياسي واعتبار أخلاقي أنا اعتبره وبتمثيل حقيقي أصوات غير ذلك أنه الماضي بلغة الغالب بلغة اللي يعني قدر أن يحقق شيء أنا أعتقد هاي اللغة هي تختلف تماماً على كل الإدعاة اللي يتحدثوا وبيانتهم بيها على المصالحة والوفاق والتفاهم هاي اللغة أنا أشوفتها بعد الأحداث صارت لغة أخرى قبل الأحداث يتحدثون عن تفاهمات وعن لقاءات وعن إيجاد يعني ممكن حلول مشتركة ومخارج وشيء بعد ذلك تشبثوا برأي يوحي كأنه هو رأي المنتصر رأي الأغلبية هذا الأغلبية الشرعية الأغلبية البرلمانية حسنًا